أخي الكريم دائما نبين ونكرر أن من يستهدف هذه البعثات الدبلوماسية يسيء إلى هيبة الدولة ويضعف من هيبة الدولة لا يضعف من هيبة السفارات ومهما كان حجم الاعتداء على السفارات ولا يفي ولا يغطي الغرض الذي جاء من أجل الاستهداف هناك لعبة وآلية خطيرة جدا لا يعيها الذي يتبنى هذه الهجومات هي استقرار العراق واقتصاديا وأمنيا وعسكريا هو مرتبط بهذا الاستهداف هناك تهديد من قبل هذه السفارات ليست السفارة الأمريكية فقط وإنما سفارات الدول الأوروبية أيضا ستتضامن بعض السفارات العربية أيضا ستتضامن وتخرج من العراق بداعي الضعف الأمني إن هذه السفارات تقع ضمن نطاق حماية الحكومة العراقية والجهات الأمنية العراقية